يكثف فرع اتحاد كرة اليد بمأرب من تحضيراته على الصالة الرياضية من أجل إقامة أولى بطولة تنشيطية للعبة كرة اليد في المحافظة عقب عيد الأضحى المبارك بمشاركة يعرض من الأندية الرياضية المشاركة تشهد الصالة الرياضية التي يعيد تفعيلها مجددا بعد توقفها لفترة طويلة تمارين مكثفة للاعب كرة اليد من الأندية الرياضية وبإشراف مباشر من فرع الاتحاد الذي يسعى جاهدا في تطوير اللعبة ونشرها على نطاق واسع إلى كافة أندية المحافظة نشكر اتحاد كرة اليد والكفتن عبد الله وطلعه على مردله من جهود في رفع قدراتنا في هذه اللعبة وإن شاء الله نستمر في رفع قدراتنا في هذه اللعبة بالتمارين المستمرة وبالدوريات القادمة إن شاء الله يأمل ممارس لعبات كرة اليد في مأرب من الجهات الرسمية إلى الاهتمام بهذه اللعبة من خلال توفير مستلزمتها وإقامة البطولات والدورات التأهيلية للمدربين والحكام للارتقاء بها وتأسيسها بشكل قوي في المحافظة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة